فأنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم أغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوء إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا وتقضي لنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربِّ الْعَانَمِينَ حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَالْعَفْوَ عِندَ الْحِسَابِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَمَةَ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَمَةَ إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِأُمَّهَاتِنَا وَلِآبَائِنَا وَرَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدًا يواف نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا 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 ومنها صلاحٌ إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدًا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سُقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سُقا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدًا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاةً تنجينا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعمِينَ حَمْدًا يُوَافِ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجَهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلَطَانِكَ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجْمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُوَافِ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجَهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلَطَانِكَ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدًا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاةً تنجينا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ولا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سقما إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضاً ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة تنهي لك رضا ولا حاجة تنهي لك رضا تنهي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجْمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوقا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجَمَعِينَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجَهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلَطَانِكَ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هوم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا